السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين حياكم الله إذا ما كنتم طبعا حبينا ندخل بعالم التواصل الاجتماعي والتكتكة واليوتيوبات والحركات فهذا أول فيديو أول فيديو ننزله على القناة ف يعني استحملوا التأتأة وال القطوعة وال يعني مبتدئ يا شباب طبعا حبينا نتكلم على الموضوع المهنة المهنة هي لقمة العيش في ناس بيدتهم مهنة مش متعلم ولكن بيدوا مهنة تأكلوا فلوس زي العسل زي الرز وفي ناس متعلم و بعلمه هذا يقدر يصل إلى أعلى مراتب النقاح وأعلى مراتب السلسل الإداري ف كل في مجاله وفي ناس متعلمين لكن مش مطورين لأنفسهم ينقصهم الأداة ينقصهم الخبرة عدم كسب مهارات قديدة يعني ما 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 يكتسب معلومات قديدة ما يكتسب مهارة قديدة هذه تخليل الشخص في مكانه المهني ما فيش أي تقدم ما فيش أي تطور فكل ما كان الإنسان يسعى ويبحث ويطور من نفسه كل ما كانت له الفرصة أكبر في الحصول على وظيفة حلوة ترقية مناسبة كل ذلك يصب في مصلحة الشخص الذي أشخاص مهتم بنفسه في شخص الله ما داري أين الدنيا فنصيحتي للشباب أنه يعني الحياة مليئة بالفرص خصوصا في مقال التسويق الإلكتروني في مقال التجارة الإلكترونية كل هذه الآن المقال فيها واسع جدا 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 في كسب لقمة العيش هذا ما حبيت اتطرق له في أول فيديو وإن شاء الله أنا حطيت النقاط على الحروف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا